السلام عليكم أصدقائي الحيوين موضوع حلقتنا اليوم عن دوالي الخصية المقيلة الدوالية وهي مشاكل بالأوردة الموجودة داخل كيس الصفان فهذا بيؤدي أن تراكم الدم داخل كيس الصفان فبيأثر على الخصية بيخليها أحيانا تنكمش ممكن يأثر على إنتاج الحيوانات المنوية حركتها ووظيفتها بشوها ممكن يسبب العقوم طبعا بعض الحالات السبابه طبعا هي مشاكل بصمامات هاي الأوردة فبتتوسع فبيضل الدم داخل كيس الصفان وجود الدم داخل كيس الصفان بيرفع درجة الحرارة أكثر من الطبيعي بالنسبة للخصية لإنتاج الحيوانات المنوية كمان بيخلي أن سموم الدم بيضل موجودة ترجع للخصية فهذا بيأثر كمان على إنتاج الحيوانات المنوية هو بيصير معنا هذا الدوال الخصية منذ البلوغ وبيتطور مع الزمن طبعا تشخيصه سهل ممكن الطبيب يكشفه مباشرة بالتحسس أو الفحص السريري فهو مثل كيس يشبه كيس في ديدان فهو يتحسس وممكن يعفو ضغري ممكن كمان يلجأ للتصوير إذا ما قدر يشخص المرض طبعا هو علاجاته معظم الوقت تكون جراحية سواء جراحة مفتوحة أو جراحة بالتنظير إذا كانت الحالة خفيفة ولا تسبب العقم فممكن اللجوء أن تأخذ مسكينات الألم وتلبس ألبسة داعمة أعراض هي ممكن تظهر أعراض وممكن ما تظهر بس إذا ظهرت تكون ألم حاد مثلا خصوصا الألم يكون يزاد الألم عند الوقوف العمل والألم عند الإستلقاء على الظهر طبعا ممكن يسبب بعض الحالات تسبب العقم هو الشاعر أكثر 90% بالما يكون بالخصية اليسرى بسبب التموضع الوريد الخصية اليسرى أي مشكلة بالخصية اليسرى سيؤثر على الخصية اليوم على الطب البديل في عشبتين يمكن يساعدوا كثير في حالة دوالي الخصية هو حب الرشاد مفيد جدا نشط الدورة الدموية والجينسنك أيضا عشبه الصينية نشط الدورة الدموية مفيدة جدا لدوالي الخصية بالنسبة للسلوك حياتنا ما يجب أن نساوي؟ أولا حميتنا الغذائي يجب أن تكون غنية بالألياف اثنين فيتامين سي مفيد جدا موجودة بالبرتقال الأوميغا ثلاثة الأسماك السلمون أيضا مضادات الأكسادة يجب أن تأكل أغذية غنية بالمضادات الأكسادة دائما لا تنسى تشرب ماي كتير وتمتنع عن التدخين ولعب الرياضة كمان مصصعة كل يوم مفيدة جدا لإلنا شكرا متابعتكم والسلام عليكم